انطلاق أعمال الدورة السادسة عشرة من منتدى الإعلام العربي في دبي تحت شعار الحوار الحضاري حيث يستضيف المنتدى نخبة من رواد الإعلام للنقاش والحوار في مواضيع ذات صلة بالإعلام ودوره الفعال في بناء رسالة إعلامية سامعة بتواجد نخبة من الإعلاميين السعوديين أعتقد توقيت المنتدى تزامنا مع ما يحدث حول العالم من ظاهرة الأخبار الملفقة أو الفيك نيوز وظاهرة الزينوفوبيا وكرهية الآخر أعتقد أن هذا يرن جرس الإنذار مما يتستدعي مننا كإعلاميين وقفة للتأمل والتحرك سريعا ضم المنتدى عدة فعاليات منها جلسات العشرون دقيقة مع صناع القرار وجلسات حوارية تناقش الحوار الحضاري وترأس فيصل عباس أحد أهم الجلسات عنوانها حال صورة العرب والتي تناقش أهم قضايا الإعلام والتصورات الخاصة بالدور المتوقع من الإعلام وناقش هالو أي الشريف الإعلام البارز في المملكة جلست تاريخ دبي قبل الميلاد هذه المبادرة هي لتعريف الناس بالإرث الحضاري لمدينة دبي دبي ليست مدينة حديثة فقط دبي لها ماضي حضاري عميق يمتد من 2500 قبل الميلاد إلى العصر هنا نستي بنتكلم على حوالي 300 قبل الميلاد يستمر المنتدى لمدة يومين ويشهد إقبالا كبيرا من الإعلاميين ورموز فكرية وثقافية وأهم الكتاب في المنطقة العربية وصناع القرار مشاركة كوكبة من الإعلاميين السعوديين في منتدى الإعلام العربي بدورته السادسة عشر تحت عنوان الحوار الحضاري للإخبارية دانا بشيتي دبي